قائد الحرس الثوري الإيراني بيدخل على الخط وبيقول إذا اكتاح الصهينة غزة فسيدفنون فيها بحسب ما ذكر قائد حرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في كلمة بمدينة مشهد حارل حضراتكم أهم ما جاء فيها قال إذا أخدم الصهينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها يجب أن تعلم إسرائيل أن استمرار مجازرها سيغير المعادلات وستحترق بالنار التي أشعلتها الولايات المتحدة تشعل الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكائن الصهيوني الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تلقت أيضا هزيما أكراء في معركة طفان الأقصى الغرب في حالة عداء مع المنطقة ولا يمكن لمسؤوليه زيارتها إلا في الخفاء وفي الليل ده كان جزء من كلام القائد الإيراني اللي هو حسن سلامي قائد الحرس السوري الإيراني الصين وروسيا الصين وروسيا تستخدمان الفيتو ضد قرار أمريكي حول الحرب على غزة في مجلس الأمن بكين يجب مراعاة مخاوف الفلسطينيين أيضا ده كلام الصينيين أنه يجب أن يكون هناك مراعاة للمواطن الفلسطيني ويوضع في الاعتبار أن له تخوفات وأن له احتياجات وأن له أرض يجب أن يكون موجود عليها